حبيبي هنبدأ بقى بالاخطاء اللي احنا ما نعملهاش واحنا بنحط التابلو او احنا بنقرر مكانه عشان ما يبوصش السورة نهائية او اللوحة اللي انت ايه بتحاول ترسمها او الخطأ ان انت ما ينفعش تحط تابلو كبير على حيطة صغيرة ولا تابلو صغير على حيطة كبيرة لازم تكون المسألة نسبة وتنسبة وهقول لكم دلوقتي ايه المقاسات المناسبة لكل تابلو التاني حاجة ما ينفعش ان احنا نحط التابلو في مستوى عالي يعني يكون لازق للسقف كده لأ لازم التابلو الحاجة اللي بنرعيها بقى ان التابلو يعني يكون بين وبين السقف مسافة مناسبة وبين وبين الحاجة اللي تحتها مسافة مناسبة يعني هنا هو مقرب جدا التابلو على الكنبة اللي تحت فبالتالي ضيع جمال التابلو وفي نفس الوقت زحم الكنبة وما ينفعش ان احنا ننقل التابلو ده مسلا نحطه هنا هنا انت هتيجي تبص للصورة هتحس ان هي لوحة طيرة في السماء مع نفسها كده لازم يكون في نسبة وتناسب طب النسبة والتناسب دي فعلشان نحطه في المكان الصح احنا لازم مساحة التابلو بالشكل ده تكون تلتين مساحة الحاجة اللي تحتها يعني انت مثلا وليكن ان الكنبة دي مكانها تراويزة او تراويزة كوفي كورنر او بفي او اي حاجة مش بفي يعني بفي بيقى فوق امرية بس بتكلم ان يكون مسلا هنا لوحات ودي مساحة الكنبة من هنا الهنا لازم تكون مساحة التابلو تلتين مساحة الكنبة. يعني انت لو جيت تحسبها هتلاقي ان مساحة التابلو ده تلتين وهنا فيه جزء من الكنبة وهنا جزء من الكنبة. يبقى كده يا حبيبي احنا عارفنا ان مساحة التابلو كده صح. يعني هي تلتين فعلا مساحة الكنبة. طيب وارتفاع التابلو بنحدده على اي اساسا ما بنيجي نعمل لوحة بنحسب المسافة بين السقف وبين اخر ارتفاع للكنبة وبناخد التلتين يكون ارتفاع ايه التابلو. يعني هنا التابلو ممكن يكون مناسب آآ في المساحة من هنا بس عايز ايه يبقى مرتفع شوية عشان يتناسب مع تلتين المسافة دي وبنحطه بقى فين بيكون اعلى من مستوى الكنبة يعني ايه بحاجة آآ كويسة بحيس ان هو يكون في مستوى النظر آآ ليه في مستوى النظر عشان انا لما هبص على الجدار ده مش هلاقي الجدار فاضي وفي نفس الوقت هبص هلاقي عيني هتقع على قطع جمالية او مسلا حاجة مجغولة في الجدار مش هتقع على جدار فاضي ولا انا لو حطيته في مستوى عالي هبقى مضطر ان انا ارفع عيني علشان ابص على التابلو ولا يكون في مستوى واطف يسحم للدنيا بالشكل اللي في الصورة دي فلازم ارتفاع التابلو يكون على مسافة في مستوى ايه نظر في مستوى نظر الانسان المتوسط اللي هي حوالي من 150 ل 165 ارتفاع عن الارض كده احنا خلصنا المكان او المسافة المسافة المناسبة او المساحة المناسبة للروحات اللي احنا هنختارها حاجة مهمة برضو يا حبيبي لو انتوا عايزين تحطوا تابلوهات فوق السرير اللي هيبقى في قط النوم السرير الكبير يعني لازم السرير يا اما يكون ظهر واطي يعني ظهر ومش عالي يا اما يكون من غير ظهر عشان تقدر يتحطي تابلوهات وفي نفس الوقت هنرجع تاني لنفس المعلومة ان مساحة التابلوهات كلها كاتودا تكون تلتين مساحة السرير يعني هنا الموضوع غلط الموضوع غلط لان هنا مساحة التابلوهات اكبر من مساحة السرير نفسه فحدث فيه زي خلل في الموضوع اول ما تحط عينك هتحس ان فيه حاجة مش مظبوطة رغم ان الالوان متكاملة ونفس درجات الالوان فهي شكلها حلو ولكن المساحة مش مظبوطة حاجات بقى بترعيها وانتي بتختاري التابلوه لازم تختاري تابلوهات مناسبة لنوع العفش اللي عندك يعني انتي لو عفشك مودرن هتضطري ان انتي تختاري تابلوهات من غير اطار خالص او الاطار بتاعها هيكون ابيض او اسود او الوان مودرن اكتر ما بيفضلش طبعا اي حاجة تابعة الذهبيات البنيات ماينفعش لكن الاسود هيمشي معاك يا اما يكون من غير اطار خالص عندنا هنا طبعا في الصورة احنا عارفنا خلاص الاخطاء الصورة دي غلط تماما واحنا بنختار التابلوه نروعي انه احنا بنختاره يكون الاطار بتاع مناسب مع العفش زي ما قلتلكه عندك المودرن بيمشي مع اطار ابيض اسود من غير اطار خالص العفش اللي بيكون فيه هي الحاجات الاسطيل زي الترابيزة دي كده بنجيب لها الاطار بتاع التابلوه او اللوحة يكون اسطيل عشان يقدر يكمل الصورة او اللوحة اللي انت بترسمها العفش الكلاسيك طبعا معروف ان الاطار بتاعه بيكون بارز وفي شغل وبيكون دهبيات بنية كافهات او الحاجات اللي هي الدرجات البنيات الكلاسيكية دي يبقى احنا عاوزين افقار مثلا علشان نرتب بيها شكل التبلوهات لو احنا مش هنجيب تبلوه كبير او هنجيب لوحة اكتر من لوحة في مكان معين نقدر نرصها ازاي يا اما بتكون بشكل عشوائي زي دي كده او بيكون او دي برضو شكل عشوائي كمان او بيكون بشكل افقي اللي هي بتكون بخط واحد او بيكون بشكل اللي هو بيكون ميل يعني بتكون جاية كده او بتكون بشكل افقي بس صورة بتكمل بعض زي الصورة اللي هي دي مسلا ثواني اهي دي بتكون رسمة كاملة ولكن في اكتر من تبلوه طبعا هنا اللوحة مش مزبوطة خالص ولا مساحتها مزبوطة مساحتها كبيرة جدا على مساحت الكنبا بس احنا بنشرح بس الرسمة الافقية او الافقار اللي احنا ممكن بيها نحط او ننظم رسمة التبلوهات عندك هنا برضو دي بطريقة افقية ولكن في اتنين كعملوا كأنهم برواز واحد ولكن في النهاية كتوتل رسمة التبلوه بشكل مربع او مستطيل باكتر من اللوحة يعني دي مسلا كلهم مستطيل ولكن لما تجمعوا كلهم مع بعض عملوا مستطيل كبير دي طريقة برضو بننظم بيها شكل التبلوهات وفي تبلوهات بتبقى على الروس التبلوهات او اللوحات جنب بعض ولكن في الحالة دي انت مش بتثبت اللوحة على الحيطة لا هي بتكون معمولة على الرف عشان تكمل الصورة بتاعنا دي برضو حاجة بتكمل صورة او بتكون كويسة كعمل اساسي في انها تطلع اللوحة كاملة هي ان احنا بنحسب شكل التبلوه او رسمة التبلوه مربع او مستطيل او مدور على حسب المساحة اللي هيتحط فيها من ورا طيب هنختار رسمة اللوحة على اي اساس على اساس المساحة المتاحة قدامنا يعني مثلا هناخد هنا المساحة المتاحة قدامنا هاي دي مستطيل يبقى هيبقى التبلوه بشكل مستطيل هنا المفروض كان التبلوه يبقى بمستطيل عرض اكتر ما هو مستطيل طول ولكن هنا هم حطوه مستطيل طول هي لأ كانت افضل ان هي تكون مستطيل بالعرض هوريكوا صورة تانية عشان تفهموا قصدي هنا برضو في ايه دي مساحة مستطيل المساحة المتاحة قدامنا ان احنا نعلق فيها مستطيل بس مستطيل عرضه اكتر ما هو طول يبقى بالتالي هتكون اللوحة بشكل مستطيل ولكن عرضه اكبر ما هو طول سيبولي رأيكم في الكومينتس قلولي يحبين اين مواضيع الجاية هارب تكونوا استفدتوا تنسوش تعملولي فولو على الانستجرام بانزل عليه كل حاجة وهحط لكم اللينك في الوصف